اشتركوا في القناة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اما بعد فقد انتهى الحديث عن صفات الله عز وجل باقصامها الثلاثة صفاته سبحانه وتعالى الواجبة في حقه وصفاته سبحانه وتعالى المستحيلة وهي ضد الواجبات والقسم الثالث صفاته سبحانه وتعالى الجائزة او الممكنة وبعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله تعالى الى تعداد جملة من المعتقدات التي يجب على المسلم ان يعتقدها ويؤمن بها ويشكل منها عقله وهي كلها معتقدات اهل السنة فقال رحمه الله فخالق لعبده وما عامل موفق لمن اراد ان يصل هذا البيت يعني جعله مباشرة بعد البيت الذي تكلم فيه عن الصفات الجائزة في حق مولانا عز وجل لأنه قال سابقا وجائز في حقه ما امكان اي ما هو ممكن ايجادا اعداما يعني ايجادا واعداما فالاعدام هنا معطوف على الايجاد بحد في حرف العطفي للوزن ايجادا اعداما كرزقه الغناء بعد ان تحدث عن هذا القسم من صفات الله تعالى وهو قسم الممكنات والجائزات من صفات الله تعالى عطف عليه هذا البيت الذي تحدث فيه كما قلنا عن هذا المعتقد الذي ينبغي ان يعتقده المسلم اذا اراد ان يكون يعني على منهج اهل السنة قال فخالق لعبده وما عمل وهذه من الممكنات هذه من الجائزات لان الافعال او لان الصفات الجائزة في حقه عز وجل بكر او استطرد فيها كثيرا تكلم عن امور متعددة كلها معطوفة على هذا الذي ذكره هنا فمن جملة الامور التي تدخل في دائرة القسم الثالث من الصفات الالهية وهو قسم الجائز من جملة ما يدخل في ذلك ان الله عز وجل خلق خلق الانسان وخلق عمله يعني ما يعمله الانسان من خير وغيره فلذلك قال فخالق لعبده اي بناء على انه تعالى في القسم الثالث من صفاته انه يفعل كل ما هو ممكن ايجادا واعداما فالله عز وجل يوجد ما يريد ان يوجد مما هو معدوم ويعدم ما يريد ان يعدمه ويفنيه مما هو موجود فهذا هو الذي مثل به الناظم في القسم الثالث الذي هو الجائز من صفات الله عز وجل اذا من امثلة ذلك ما يتعلق بهذا الاعتقاد الذي ينبغي ان نعتقده وهو ان الله تعالى خالق عبده اي الانسان مراد بالعبده هنا المخلوق كان مؤمنا او غير مؤمن فالله تعالى خالق عبده وهذا من الجائز من الجائز يعني نتصور بعقولنا ان يخلق هذا العبد او ان لا يخلقه كما نتصور ان يكون العبد مخلوقا وان يميته الله عز وجل فاذا المقام هنا مقام الجائز فمما يجوز في حق ربنا عز وجل ان يخلق عبده من عباده ان يخلق عبده ثم من الجائز كذلك ان يخلق لهذا العبد عمله لانه لسهناك من يخلق غير الله عز وجل لذلك قال يعني العبد خلقه من الله عز وجل لا شك في ذلك فاللام هنا للتقوية اي خالق عبده فخالق لعبده وما عمل وما عمل هذا ما لك ان تحملها على انها مصدرية والتقدير فخالق عبده وعمله ولك ان تقدرها موصولة اي خالق عبده وخالق الذي يعمله عبده فالمعنى واحد من معتقدات اهل السنة ان اعمال العبد او افعال العبد الله عز وجل هو الذي يخلقها هو الذي يخلقها وانما الذي للعبده هو الاختيار يعني الافعال التي يكلف فيها ويحاسب ويعاقب ويثاب على الخير ان فعله الذي يعني يجزى عليه بالثواب او بالعقاب هو اختياره لهذا الفعل او لهذا اما الفعل في حد ذاته فالله تعالى خالق اياه في عبده ولا استطيع العبد ان يخلق فعلاه على خلاف ما ذهب اليه المعتزلة الذين قالوا ان العبد خالق افعاله والله مقدره على ذلك فاهل السنة مذهبهم ان الله تعالى خالق العبد وخالق عمله ولكن مقتضى التكليف الذي كلفه به هو ان لا يفعل الا ما فيه رضى الله وما فيه طاعة الله لا يفعل الا ما يكون به ممتثلا مطيعا وان يجتنب فعلا ما يكون به عاصيا وهنا يدخل الاختيار فالواجب والفرض المكلف قادر على ان يفعل او ان لا يفعل فان فعل اثيب ان فعل بنية الطاعة اثيب وان لم يفعل عقب وكذلك الحرام الفعل المحرام المكلف قادر على ان يفعله وقادر على ان يتركه وهذا الامر سيتكلم عنه من بعد قضية الاختيار لكن الان الذي يعنينا هو ان افعال العبد الله عز وزل الله وخالقها لذلك قال فخالق لعبده وما عامل فخالق لعبده وما عامل اي الله تعالى خالق عبده وخالق عمل عبده وفعل عبده يعني كثير من الايات تدل على ذلك خالق كل شيء فالله تعالى هو الخالق لا غيره موفق لمن اراد ان يصل من اراد من عباد الله عز وجل ان يصل اليه بالطاعة والعمل الصالح فالله تعالى يوفقه ويعينه ويهديه اليه موفق لمن اراد ان يصل اذا لا بد ان تكون عند العبد ارادة الوصول الى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح والطاعة والامتثال فانه واخذ باسباب ذلك اعانه الله تعالى ووفقه وخاذل لمن اراد بعده وخاذل لمن اراد بعده يعني كلمة بعده لك ان تحملها على معنايين يعني من اراد من اراد الله تعالى ان يبعده عنه كما ذكرنا من قبل يعني ان الكافر الذي يعني بقي معاندا يعني مجاحدا ولم يستجب ولم يفتح قلبه للهداية ابدا حتى مات على ذلك فذلك اراد الله له ذلك يعني اراد الله تعالى ان يكون بعيدا عنه فكذلك هنا وخاذل لمن اراد بعده اي اذا اتجهت ارادة الله عز وزل الى ابعاد عبد من عباده طبعا لما علمه في العزل ليس من قبيل الظلم والتحيز له او ما الى ذلك لا ابدا يعني اذا علم الله تعالى في عبد من عباده انه لن تكون من هداية ولا استجابة ولا ايمان ولن يكون منه الا الضلال فاذا في حقه نقول وخاذل لمن اراد بعده فمن اراد الله تعالى ان يبعده عنه وعن قربه له فهو خاذل له والخذلان هنا عدم الاعانة عدم الاعانة وعدم المساعدة وعدم التوفق وخاذل لمن اراد بعده ولك ان تفسرها بان العبد الذي لم يريد القرب من الله تعالى العبد الذي اراد البعد عن الله تعالى فالله يخذله ولا يعينه للقرب منه وخاذل لمن اراد بعده ومن جيز لمن اراد وعده فالله تعالى إذا أراد أن يعيد عبدا من عباده بالخير وبالجنة ونعيمها فالله منجز له ذلك ومنجز لمن أراد وعده فوز السعيد عنده في الآزالي كذا الشقي ثم لم ينتقي لي هذا معتقد آخر لأنه الآن كل ما يتكلم عنه الناظم فهو متفرع عن القسم الثالث من صفات الله تعالى وهو الجائز قال فوز السعيد عنده في الآزال يعني العبد الذي كتب له أن يكون سعيدا في الآخرة وفي الدنيا كذلك لأن السعيد في الآخرة سعيد في الدنيا الذي كتبت له السعادة فذلك مكتوب له في الآزال يعني قبل أن يولد هذا العبد السعيد أو هذا العبد الذي كتبت له السعادة فالله تعالى قد كتب له ذلك منذ الأزل لأنه علم ما سيكون منه فوز السعيد عنده أي عند ربنا عز وجل في الأزل في الأزل كذا الشقي أي وشقاوة الشقي معلومة عند الله في الأزل وموجودة في الأزل إذن فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي أي شقاوة الشقي معلومة عند الله تعالى في الأزل ثم لم ينتقل أي لم يتغير ذلك فمن كان سعيدا عند الله تعالى في الأزل من علم الله تعادته وأنه سيختم له بالحسنى فذلك يبقى هكذا لا يتغير لا ينقلب إلى العكس لا ينقلب فوز السعيد إلى كونه شقيا وأنه لس بفائز ولا الشقي ينقلب إلى سعيد هذا هو المعنى وليس هذا أبدا من باب الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهلي الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا شيبرون أو دراع فيسبق عليه لا هذا هذا ذلك موضوع آخر ذلك موضوع آخر بمعنى أن الذي مثلا عامل طول عمره طول حياته بعمل أهل الجنة ثم إنه في آخر حياته سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فكان من أهل النار هذا بالنسبة لكلام الذي نتكلم عنه الآن مكتوب أو مكتوبة شقاوته عند الله في الأزل لأن العبرة بالخاتمة العبرة بالخاتمة ولذلك نسأل الله تعالى حسنها إذن هذا من جهة من جهة أخرى أن الذي عامل طول حياته وطول عمره بعمل أهل النار ثم سبق عليه الكتاب في آخر حياته فعمل بعمل أهل الجنة فدخلها فهذا هو الذي نقول فيه إن فوزه كان عند الله في الأزل ولم ينتقل لم تنتقل السعادة إلى شقاوى ولا العكس فالحديث يتكلم عن القضاء والقضار كما قد نعرج عليه في محله وأما الكلام الذي يتكلم عنه الآن النظيم فشيء آخر يتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى علم الفائزة من الشقي السعيدة من الشقي في أزله وقلنا فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل أي من علم الله تعالى عنه أنه سعيد فإنه كذلك ولا يمكن أن يتحول إلى شقي والعكس بالعكس وعندنا للعبد كسب كلفا وعندنا للعبد كسب كلفا الشطر الثاني فيه روايتان فيه رواية رواية هي به ولكن لم يؤثر فأعريفا والرواية الثانية ولم يكن مؤثرا فالتعريفا وهذا الثاني هذه الرواية الثانية هي الأنسب والأليق ويقال إن الناظم رحمه الله تعالى كتبها بالرواية الأولى ثم صححها إلى الثانية وكون الثانية أسلم وأليق من الرواية الأولى لأن الرواية الأولى فيها استدراك فيها ولكن وعندنا للعبد كسب كلفا به ولكن ولكن حدفها عندما صحح هذا الشطر فقال ولم يكن مؤثرا فالتعريفا معنى هذا البيت هو يتعلق بمعتقد آخر يجب اعتقاده وهو أن الله سبحانه وتعالى نحن قلنا إنه خلق العبد وخلق عمله وفعله ولا يمكن أن نقول كما قال المعتزل لا إن العبد يخلق أفعاله إذن فالخالق للفعلي هو الله سبحانه وتعالى لكن هو مكلف هذا العبد مكلف بكسبه بكل ما يكسبه من خير وشر يعني كل أفعاله هو مكلف فيها إن خيرا فخير وإن شرا فشر فهو مطالب ومخاطب من قبل الله عز وجل على يد رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يلتزم أوامر الشرع وينتهي عن نواهه هذا مخاطب بهذا فجميع أفعاله إذن ما كان منها في الطاعة فهو مثوب عليها وما كان في المعصيات فهو معاقب عليها لأنه مكلف بكل ما يكسب ولا تكسب كل نفسه إلا عليها وعندنا للعبد كسب كلفا ولم يكن مؤثرا فالتعريفا والرواية السابقة به ولكن لم يؤثر فأريفا يعني أن ما يفعله من الأفعال قبيحة مثلا والمحرمة والمنهية لا نقول إن الله تعالى هو الذي خلق له ذلك الفعل فلا يحاسب لماذا خلق الله تعالى له هذا الفعل المحرمة وأقدره عليه ثم يحاسبه بعد ذلك لا هذا على كل حل ليس هو المعتقد السليم بل إن الله تعالى خلق له الفعل نعم ولكنه أعطاه الاختيار أعطاه الاختيار وكلفه فيما سيكتسبه من خير أو شر فهذا هو المعنى الله تعالى خالق الفعل نعم ولكن في نفس الوقت أعطاه الاختيار وأوصل إليه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم الشرعة وأحكامه وما فيه من الواجبات والمحرمات وما إلى ذلك إذن فقد قامت الحجة فحرم عليه الزنا ولكنه أعطاه الاختيار إذا أراد أن يزني فلا يحول أحد بينه وبين ذلك وإذا أراد أن يشرب الخمر فكذلك فهو قادر على فعل هذا المحرم كما أنه قادر على تركه فله الاختيار إذن وهذا هو سر التكليف سر التكليف هو أن يكون العبد قادراً على فعل المؤمور به وتركه وقادراً على فعل المحرم وتركه هذا هو سر التكليف وحلاوة التكليف وأفعال المكلفين بصفة عامة هي على قسمين أفعال اذطرارية وهذه لا نتكلم عنها أفعال اذطرارية وأفعال اختيارية أقصد أن الأفعال عندما يبشرها المكلف عندما يفعلها يوقعها في الواقع في الوجود عندما يفعلها فهو يعني بين نوعين من هذه الأفعال فيما يتعلق بالاضطرار منها هو لا يدى له فيها الأفعال الاضطرارية لا تكليف فيها لا تكليف فيها يعني الإنسان ينام إذا اضطر إلى النوم لا يستطيع التحكم في هذا الإنسان يأكل عند الجوع يشرب عند العطاش الإنسان ينمو إذا كان في مرحلة النمو الأجهزة الداخلية التي تعمل في الإنسان جهاز الهضمي وجهاز العصبي وجهاز الدموي وما إلى ذلك كل هذه أفعال طرارية لا يستطيع أحد أن تدخل فيها ولا أن تحكم فيها ولا أن يوقفها أو يزيد فيها فهذه لا تكليف فيها هذه أفعال طرارية الله عز وجل هدانا إليها بالفطرة القسم الثاني وهو الأفعال الاختيارية أي التي بإمكان العبد أن يفعلها أو أن لا يفعلها فهذه هي التي يدخلها التكليف هذه هي التي يدخلها التكليف فالأفعال الاختيارية هي التي يثاب عليها أو يعاقب لذلك قال وعندنا للعبد كسب كلفا به ولكن لم يؤثر فعريفا بمعنى أن ما يفعله العبد مما يوجب الطاعة فطبعا يفعل ذلك باختياره وليس مجبرا عنها وما يفعله من المحرمات المجباء للعقاب هو يفعل ذلك باختياره وليس هناك من يجبره على ذلك فليس هذا النتيجة فليس مجبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعله اختيارا فليس مجبورا يعني ما يفعله من الأفعال التي قلنا إن الله تعالى هو خالقها ما يفعل من هذه الأفعال منها ما هو الطراري نحن قلنا إن التكليف بعيد عن هذه المنطقة منطقة الأفعال الطرارية لا تكليف فيها ولكن منطقة الأفعال الاختيارية التي يقدر الإنسان على فعلها وعلى عدم فعلها هذه هي التي فيها التكليف فليس مجبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعله اختيارا حتى الأفعال الاختيارية ليست كلها يفعلها بمحظ اختياره بل قد يكون فيها شيء من توفيق الله عز وزل الله ودفعه إلى ذلك إذا كان ممن يستحق ذلك ثم بنى على ذلك النتيجة النهائية وهي قوله فإن يثبنا فبمحظ الفضل وإن يعذب فبمحظ العدل إذن الأفعال التي نفعلها مما تستوجب ثوابا أو عقابا الذي قاله الله تعالى لنا وأعلمنا به بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم هو أن فعل ما فيه طاعته عز وزل الله يثاب عليه وأن فعل ما فيه معصيته معصيته يعاقب عليه ولكن ذلك بفضله سبحانه وتعالى حتى لو أراد أن لا يثيبنا إذا هناك من يلزمه بأن يثيبنا على الطاعة وكذلك العقاب إذا هناك من يلزمه بأن يعاقب على المعصية لذلك قال فإن يثيبنا فبمحظ الفضل ليس واجبا عليه شيء من هذا إن أثابنا الله تعالى على ما يستجيب التواب من الأفعال الحسنة ومن يعني الأفعال التي فيها امتثال لطاعة الله عز وجل فإن أثابنا فذلك من فضله سبحانه وتعالى وإن لم يثيبنا فليس ذلك واجبا عليه ليس ملزما به ليس ملزما به هذه في حقيقة إنما إنما هي من قبيل تقرير مشيئة الله المطلقة وليس معنا هذا أن الله تعالى يعاقب المطيع وأنه قد يثيب المسيع عندما تجد من يتكلم عن ذلك من علماء التوحيد فأعلم أنهم إنما يقررون المشيئة المطلقة بمعنى أن الله تعالى يثيب المطيع لا أشك في ذلك لا نتصور أن الله تعالى يعاقب المطيع ويدخله النار وإن كان من حقي ذلك لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه ذلكم الله ذلكم الله افعلوا ما يشاء ولكن حسب علمنا بصفاته عز وجل وبينجوده وكرمه وفضله الذي هو واسع لا حدود له فإننا نوقن أن الله تعالى لا يدخل المطيع إلى النار ولا المسيئة العاصي إلى الجنة ابتداء فالعلماء عندما يقولون من حقه أن يثيب العاصي وأن يعاقب المطيع هذا فقط لتقرير المشيئة المطلقة أي لتقرير أن الله تعالى يفعل ما يشاء وليس هناك من يملي عليه وأن إثابة المطيع ليست واجبة عليه فهذا معناه معناه قولنا أنه من حقه بإمكانه أن يثيب العاصي وأن يعاقب المطيع وأن يدخل المطيع النار وأن يدخل العاصي الجنة هذا فقط لتقرير المشيئة المطلقة التي لا تعقيب عليها وإلا فلا نتصور في ربنا عز وجل وقد عالمنا جوده وكرمه وإحسانه وعفوه وفضله وعلمه لا نتصور فيه سبحانه وتعالى حاشاه عز وجل أن يدخل المطيع النار أو أن يعني يدخل العاصي إلى الجنة ابتداء لأن هذا ظلم للآخر فلذلك عندما يتكلم علماء التوحيد عن أن الله تعالى إنما يثيب بمحظي فضله وأنه يعاقب بعدله فلتقرير المشيئة المطلقة فإن يثبنا فبمحظي الفضله وإن يعذب فبمحظي العدله إن عذبنا ونحن مطيعون ونحن عابدون ونحن شاكرون إن عذبنا فبعدله يفعلوا ما يشاء وحتى من ناحية يعني أننا نعذب ونحن مطيعون يعني لو ناقشتها وفحصتها وقومتها بالميزان الدقيق لو اجت أن ما أطعت فيه الله عز وجل مع ما عصيته فيه مرجوحا فحتى لو عذب المطيع فإن طاعته مرجوحة من سبت لعصيانه فلذلك مثل هذا الكلام عندما تجدونه في الكتب فهو من باب تقرير مشيئة الله عز وجل المطلقة وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب وقولهم الإشارة هنا أو الضمير هنا إلى المعتزلة ومن لفلفهم فلاسفة الذين وقعوا وأوغلوا في الشبهات التي يعني أوصالهم بعضها إلى الإلحاد فهم يقولون إن الله عز وجل واجب عليه الصلاح والأصلح بمعنى أنه إن كان هناك شيئان أحدهما فيه صلاح الآخر فيه فساد فما فيه صلاح واجب على الله تعالى والوجوب هنا الوجوب الشرعي يسأل وجوب العقلي وحتى العقلي ممكن أن تتوره وإن كان هناك صلاح وأصلح فالواجب عليه تعالى هو الأصلح لأن هذا ما يليق بكمالاته كما يقولون ولكن هذا مذهب المعتزلة ومذهب الفلاسفة الذين يعني وقعوا في مثل هذه المزالق وإلا فالله عز وجل لا يجب عليه شيء لا يجب عليه لا صلاح ولا أصلح لذلك قال وقولهم أي المعتزلة والفلاسفة وقولهم إن الصلاح واجب عليه أي على الله تعالى زور أي كلام كذب باطل لا يلتفت إليه زور ما عليه واجب أي ما على الله تعالى شيء واجب أبدا فالله تعالى لا يجب عليه شيء كيف وهو الله وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب ألم يروا هذا دليل دليل على عدم وجوب الصلاح والأصلح على الله عز وجل وأنه لا يجب عليه شيء لا صلاح ولا أصلح ألم يروا أي الذين يقولون بوجوب الصلاح والأصلح معتزل ومن معهم ألم يروا إيلامه الأطفال لو كان يجب عليه الأصلح ونحن نرى بأعيننا أن الأطفال تصيبهم الأمراض والحوادث والكوارث ويتألمون وما فعلوا حتى يتألموا ما جريرتهم ما ذنبهم حتى يتألموا بهذه الأمراض وبهذه الكوارث إذن لو كان الله تعالى يجب عليه الصلاح والأصلح لما لما تألم الأطفال لجنبهم أن يتألموا بما يتألمون به من هذه الحوادث والكوارث ألم يروا إيلامه الأطفال ألم يروا أن الله تعالى عندما يشاء لطفل أن يتألم يلحق به ذلك يؤلمه وفق إرادته سبحانه وتعالى لأنه لا يعلموا الحكمة من ذلك إلا هو سبحانه وتعالى ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها وشبهها الضمير يعود على المسألة على المسألة فشبه إيلام الأطفال شبه مسألة إيلام الأطفال إيلام الحيوانات إيلام العجائز إيلام المرضى إيلام البراء البريء ويعذب والله تعالى يرى ذلك إذن فلو أن الله تعالى كان يجب عليه الصلاح والأصلاح لما عذب هؤلاء ولما وقع لهم ما وقع من هذا الإيلام ألم يروا إيلاما أطفال وشبهها فحاذر المحال فحاذر أي حذر المحال وهو العقاب شديد المحال شديد العقاب المحال بيكسر الميم العقاب يعني احذر أن تقع فيما يجب العقاب احذر أن تقول بمثل هذا حتى تقع بقولك إياه فيما يجب العقاب وبعض النسخ فيها بضم الميم المحال والمعنى أيضا صحيح سليم يعني احذر أن تقول بمثل هذه المقولة الاعتزالية ومقولة الفلاسفة المشبهين والملحيدين أن تقول بقولهم فتقع فيما هو محال باطل باطل لأن القول بوجوب الصلاح والأصلاح على الله تعالى قول باطل فاحذر أن تقع في هذا الباطل ويجوز أن تكون الميم مفتوحة المحال فاحذر المحال والمحال بالفتح الشك فاحذر أن تقع في الشك لأن القول بمثل هذا يوقعك في الشك في عقيدتك وفي ما تتصوره وتعرفه عن ربك عز وجل ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهها فاحذر المحال وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر هذا البيت منبن على ما تقدم ومعطوف دائما على ما يجوز في حقه عز وجل قال وجائز عليه أي على الله تعالى خلق الشر إذن من الممكنات ومن الجائزات في حقه تعالى مما يدخل في هذا القسم الثالث هو أن يخلق الشر لأنه كما قلنا الله خالق كل شيء لسهناك شيء في هذه الدنيا وفي هذا الوجود خلقه غير الله كل ما في الدنيا وما في الوجود من شيء إلا والله تعالى هو الذي خلقه ولكن يجب أن تفهم القضية تعالى وجهي الصحيح فالله تعالى خلق الشر ليختبرنا وليبتلينا لأن خلقنا أصلا الله تعالى إنما خلقنا ليبتلينا ليبلونا ليبلوكم أيكم أحسن عملا كيف يبلونا ويختبرنا إذن لابد من خلق الشر والخير إذن فالله تعالى خلق الخير والشر ليبلونا بهما لذلك قال وجائز عليه خلق الشر والخير إذن الشر مقصود به الحسن القبيح الشر المراد به القبيح والخير المراد به الحسن وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام هكذا بيستكت حتى يستقيم الوزن والخير كالإسلام وجهل الكفر أي كالإسلام والكفر هذا هو المقصود عنده وهذا هو المراد عنده وإنما جاء بالجهل لأن الجهل هو المفضي إلى الكفر فإنما يكفر الكافر لجهله لو علم عن ربه عز وجل ما يعرفه به وما يوصله إليه لما كفر لما كفر وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر أي كالإسلام والكفر فالإسلام حسن والكفر قبيح والله تعالى خلق هذا وخلق ذاك ثم عطف قائلا وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما آتا في الخبر إذن من الأمور التي تجب علينا والوجوب هنا الوجوب الشرعي الوجوب الشرعي الذي نثاب على فعله ونعاقب على تركه لأن الواجبات علينا منها ما هو من المعتقدات ومنها ما هو من العبادات ومنها ما دون ذلك وما سوى ذلك فحتى العقائد فيها أيضا ما يتعلق بالأحكام الشرعية الأحكام الشرعية التي هي الوجوب والندب والحرام والمكروه إلى آخره فلذلك من الواجبات الشرعية المتعلقة بالمعتقدات الإيمان بالقضاء والقدر وواجب إيماننا أي واجب علينا شرعا والواجب هو ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه وواجب إيماننا بالقدر أي ما قدره الله عز وجل عليك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأكوان كلها وقدر ما شاء وما أراد سبحانه وتعالى في الذي لا يؤمن بقدر الله عز وجل وما كتب عليه في هذه الدنيا من أن يعني يمر به من الأحداث والأمور التي ما كان يتوقعها أن تقع عليه الذي لا يؤمن بهذا هو معقب لحكم الله هو لا يرضى بحكم الله عز وجل فإذا ما قدره الله تعالى من فقر ومن موت وما قدره الله تعالى من المصائب والأمور التي ابتلانا بها كل ذلك يجب الإيمان به لأنه من قدر الله الذي قدر ذلك خلق كل شيء فقدره تقديرا إذن فعدم الإيمان بهذا والكفر به إنما كان كفرا لأنه تعقيب على إرادة الله تعالى الله يريد شيئا وأن تعترض على إرادة الله الله يريد أن يتوفى لك قريبا أو أن يموت أعز الناس إليك الله يريد ذلك وأن تعقب على إرادة الله ولا تريد أن يموت هذا القريب فإذن عذم الرضا بقدر الله عز وجل وتعقيب على الله تعقيب على الله واعتراض على إرادته سبحانه وتعالى ووجب إيماننا بالقدر وبالقضاء أي بما حكم به الله عز وجل ولم يوافق ما نريد والإيمان بالقضاء والقدار تقدم لنا في الدروس الأولى ما يدل على وجوبهما تقدم لنا في أحاديث منها حديث جبريل عليه السلام عندما سأل جبريل عليه السلام أمام الصحابة رضوان الله عليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقادار خيره وشره حلوه ومره وكما قال صلى الله عليه وسلم فالإيمان بالقضاء والقادار هو جزء من وحدة الإيمان ومن حقيقة الإيمان لا تكتمل حقيقة الإيمان وما هي الإيمان إلا بأن نؤمن ونسلم ونذعن ونوقن بما قدره الله عز وجل وقضاه وحكم به ونكتفي بهذا القدر وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر